الله طبعاً يعني بيتكلم عن الله أنه هو يغضب كان غضب في العهد القديم وبسبب الغضب بتاعه كان فيه دينوني وعقاب على شعوب كثيرة لكن خلينا دايماً ندرك أنه غضب الله دايماً يقود لافتقاد الإنسان ويقود لفداء الإنسان يعني إذا الله بيغضب الله بيعطي الإنذار بيعطي التحذير بيعطي التوقيت يعني الفرصة حتى الإنسان يرجع لأله وعندما يغضب الله لا يستمر بالغضب فهو ليس إله مزاجي يعني بيصير بحسب المزاج تبعه يعني إذا تم شيء وعاقب شخص أو عاقب أمة دايماً فيه فرصة للرجوع للاسترداد وطبعاً الغرض الأسمى والغرض الأكبر هو الفداء من خلال شخص الرب يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر